موسيقى صباح الأمل والخير والسعادة مشاهدين الكرام أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة من هذا الصباح ولقاء يومي يتجدد مع حضرتكم على شاشة النيل الأخبار ومجموعة متنوعة من الفقرات والحوارات المختلفة اللي منتمنى مشيئة الله أن تحوض على إعجاب حضرتكم النهاردة أحمد صباح الخير صباح الخير يا أمل وصباح الخير بكل مشاهدين الكرام أهلا بكم حلقة جديدة من هذا الصباح نتمنى أن يكون يوم مختلف يوم مليء بالإشراقات ويوم مليء بالطاقة الإيجابية تسعد فيه بكامل أوقاتكم معنا موضوعات مختلفة النهاردة معنا موضوع نتكلم فيه عن السياحة وعن صندوق النقدة حقيقة اللي تكلم على أن مصر حققت طفرة غير مسبوقة في السياحة يمكن لو كانت هذه الشهادة من أي مؤسسة محلية مصرية ممكن نقول عليها شهادة مجروحة لكن حقيقة هي شهادة من صندوق النقدة بتبقى مبنية على مجموعة من المعايير أو الضوابط لو توافرت بيت يعني بتطلع هذا البيان أو هذه التصرحات المختلفة طبعا هنتكلم عن السياحة بشكل عام هنتكلم على اللي مصر عملته في الفترة الأخيرة عشان ترتقي بهذا القطاع اللي كان مرتبط بشكل كبير طبعا بطبيعة الأحوال بالأوضاع الأمنية فكون ان انت تقدر ان انت تحقق طفرة كويسة في ظل الظروف السياسية والأمنية الأخيرة اللي عاشتها مصر يعني من ثورات من بداية 2011 وكان حصل ان قطاع السياحة تأثر بشكل كبير جدا بالأوضاع الأمنية فقدرنا الحمد لله ان احنا نتعافى طبعا بإرادة وقوة وصلابة الشعب المصري من بين العلامات على تعافي قطاع السياحة انه السنة دي 2019 حقق ما يزيد على 11 مليار دولار إرادات سنوية وهذا هو الرقم الأكبر من عام الظروة اللي هو كان عام 2010 وبالتالي ده يقول ان مصر في خطتها لإصلاح وهيكلة قطاع السياحة على كل مستوياته وجهودها الأمنية أيضا والوعي المجتمعي بقطاع السياحة يسير في الاتجاه الصحيح وده اللي بيأكده صندوق النقدي الدولي لما قال ان مصر ستشهد طفرة سياحية كبرى مضرنا وضعتنا أيضا النهاردة بقى العسل العسل مصر في مهرجان دولي فيها عن إنتاج العسل تشارك فيه 10 دول هنتعرف ونتابع ونعرف حول تربية عسل النحل في مصر والأفاق الاقتصادية من خلال هذا المهرجان والتي يتحى من خلال تبادل الخبرات مع عدد من الدول المشاركة طيب طبعا بالإضافة إلى فقرتنا السابتة مع حضراتكم وجولة مع صاحبة الجلالة والسعرات لأهم أحدث ما طلعتنا به الصحف المحلية من قضايا وملفات موضعات كثيرة ومتنوعة هذا صباح يتواصل معكم بعد الفاصل اشتركوا في القناة أهلا بحضراتكم مرة تانية المتحدث الرسمي لشركة مترو الأنفاء الدكتور أحمد عبدالهادي قال أنه أثناء قيام أحدى شركات الإعلانات بإزالة لوحة إعلانات خارج صور المترو بين محطة غمرة والديمرداش بالخط الأول حدث كسر بالوينش القائم بأعمال الإزالة وسقوط رفعة الوينش رفعة الوينش سقطت على الشبكة الهوائية الشبكة الهوائية هي اللي بتغذي قطار الأنفاق بالطاقة الكهربائية اللازمة لتشغيله على الفور وبحسب المتحدث باسم مترو الأنفاق تم التحفظ على القائمين على الوينش والتحفظ على الوينش بمعرفة شرطة النقل والمواصلات وعلى الفور انتقلت جميع فرق الطوارئ وجاري العمل لإصلاح الشبكة الكهربائية يمكن الخبر ده الصبح حصل وبالتالي ممكن يكون هناك بعض التأخر في الخدمات فيما تعلق بالخط الأول لكن في الوقت ده طبعا الناس كلها رايحة الشغل فلو اللي عنده بديل يقدر يستخدمه وإن شاء الله تستطيع هيئة مترو الأنفاق الانتهاء من أعمال الإصلاح في وقت سريع ومهم جدا أن أول باول يبقى فيه يعني بيانات وتصريحات توضح السورة للناس أن أحيانا بيبقى فيه يعني بيبقى فيه مجال اللابسة أو عدم الفهم فده شيء مهم جدا طيب إحنا مستمرين ما حدثتكم في هذا الصباح وهنتكلم عن فعليات المؤتمر العالمي الخامس للإفتاء الحقيقة اختتم أعماله هذا المؤتمر تحت رعاية الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم جاء هذا العام تحت عنوان الإدارة الحضرية للخلاف الفقهي طبعا بيكلموا على فكرة الفتاوى وعلوم الفقه ووسطية الإسلام والتعايش حقيقة مع الأجزيان والمجتمعات الأخرى بشكل بي المحور الأساسي للمؤتمر هو إدارة الاختلاف وليس الخلاف لأنه باختلاف قائم باختلاف المجتمعات وباختلاف المشارب الفقهية والمدارس المذهبية وبالتالي الوصول إلى منطقة وسط وإدارة الاختلاف ما بين هذه الرؤى الفقهية والمذاهب مهم جدا للوصول إلى خطاب إسلامي وسطية مفتي الجمهورية ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء دكتور شوقي علام قال أن المؤتمرين على اختلاف مذاهبهم وبلدنهم أكدوا أن الاختلاف الإنساني سنة كونية وحضارية وبالتالي هذا هو الهدف الأساسي من هذا المؤتمر نتابع التقرير بعد جلسات حوارية ومناقشات حول الإدارة الحضرية للخلاف الفقهي اختتمت فعاليات المؤتمر العالمي الخامس للإفتاء والذي تعقيده الأمانة العامة لهيئة الإفتاء في العالم برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وحضور وفود من كبار العلماء والمفتيين على مستوى العالم وعرض المؤتمر في جلساته وأبحاثه ونقاشاته وورش عمله قضية الخلاف الفقهي وما ينتج عن إدارته من نتائج تتفاوت تبعاً لطريقة التعامل معه نعلن دعمنا الكاملة وتأييدنا التام لمصر العروبة والإسلام مصر الأزهر والوسطية لمصر الحضارة والتاريخ لمصر صاحبة الجيش الباسل الذي سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أجناد الأرض وفي الوقت ذاته نعلن رفضنا القاطع لكل مخططات الإرهاب الرامية إلى نشر الفتن وتقسيم الدول أكد البيان الختامي على أهمية تجدد النظر للخلاف الفقهي ليكون بداية حل المشكلة المعاصرة بدلاً من أن يكون جزءاً منها تمثل المذاهب الفقهية الإسلامية في مجموعها وتفاعلها العلمي فيما بينها تجربة إنسانية يجب استثمارها والاستفادة منها نؤكد على وجوب احترام الاختلاف المذهبي والعمل على نشر هذه الثقافة انطلاقاً من أن احترام الرأي المخالف حجر الأساس في التماسك الاجتماعي وتحقيق الاستقرار دعا المؤتمر إلى دعم ما صدر عن الأمان العام من المبادرات وتخصيص يوم عالمي للإفتاء وإصدار وثقة التسامح الفقهي والإفتائي ودعا جميع الأطراف المعنية إلى الالتزام بها وتفعيلها على كافة الجهات من منطلق أن الإسلام دين جامع للمذاهب المعتمدة أكد المؤتمر على أهمية استغلال الخلاف الفقهي لحل المشاكل المعاصرة مع ضرورة التقارب والتعارف بين جهات الإفتاء على مستوى العالم مندرى بودوح أني في إطار حياة الجهود التي تبذلها الدولة لجذب الكثير والعديد من الاستثمارات المختلفة إلى مصر من مختلف دول العالم والتعامل والتعاطي مع التحديات أو المشكلات أو العراقية التي تحول دون مجيء هذه الاستثمارات إلى مصر ومحاولة تدليل هذه العقبات والتحديات والصعاب المختلفة في هذا الإطار عقد المؤتمر الوطني الخامس لعلماء وخبراء مصر في الخارج تحت عنوان مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية وزير النقل كامل الوزير أشار خلال جلسات المؤتمر أن مصر شهدت طفرة كبيرة جدا في البنية الأساسية الأمر الذي يشجع على استيعاب عدد كبير جدا من الاستثمارات الضخمة احنا بنشوف مشروعات الطرق والكباري والمحاور التنموية هو مش مجرد طريق ولا مجرد رفع كفاءة الطريق قائم بل هو حياة ومجتمعات جديدة وعامل رئيسي ومهم من عوامل جذب الاستثمارات إلى مصر المهم جدا في الوضع ده أمل كنت بكلم مع إنسان عادي جدا يعني فبيقول لي أنه في أحدى مناطق القاهرة يتمدلها طريق وبيقول لي دي كانت صحرة بعد ما تمدلها الطريق أوجبت حياة فيها بقى أوجبت حياة فيها فهو بيفكر يدور على محل تجاري هناك لأنه هو من أصحاب المهن أنه يروح هناك فأصبح المواطن عنده إدراك بأنه اللي بتعمله الدولة هو في مصلحته وبيحقق يعني عوائد مهمة بالنسبة له وبيحقق مستقبل أفضل له ولأسره طعم ببقى فيه في المقابل محاولات لتشويه هذه المجهودات أو هذه المشروعات أو فكرة أن الناس كتير بتقول يعني إيه أهمية أن يكون فيه بنية تحتية وطرق وكباري وأنفاء الأحقيقة بيقاليها يعني فوائد ومكتسبات عدة فيما يتعلق بقطاع الاستثمار قطاع السياحة النقل التجاري النقل التجاري زي ما قلت كمان فكرة حتى الأفراد والأشخاص اللي ممكن بقى فيه فرص متاحة للعمل في وجود هذه الأماكن اللي بتحول فيها الصحرة وبتوجد فيها الحياة من جديد خلونا دلوقتي نتوقف مع هذا التقرير التالي ومصر تستطيع بالاستثمار والتنمية اختتمت وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج فعليات مؤتمر مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية والذي عقد بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بمشاركة نخبة من الوزراء المسؤولين الخبراء ورجال الأعمال والمستثمرين المصريين بالخارج المؤتمر ده بيوضح للناس وللمستثمرين ازاي فرص الاستثمار في مصر ممكن تكون وعيدة وجاذبة للاستثمار من كل دول العالم وهو مركز طبعا على المصريين المهاجرين وده تعدادهم بالملايين بر مصر ست السفير النبيلة لما قتلنا كندا شجعتنا نحن نحضر هنا ونتواصل من خلال المؤتمر ونتعرف على التغييرات الكثيرة التي حصلت في الزروق في الآخر 3-4 سنين لنزمة الفرص الاستثمار استهدف المؤتمر والذي استمر لمدة يومين واحتوى العديد من الجلسات النقاشية وهرش العمل الاستفادت من التجارب الناجحة لطيورنا المهاجرة ومد جسور التعاون معهم في مختلف القطاعات من عجل دعم التنمية الشاملة عبر الترويج للفرص الاستثمارية في مصر تبادل الخبرات وتطبيق الآليات الحديثة لدعم المشروعات ومواجهة التحديات المختلفة خلينا نبني مصر كلنا تاني مصر مش بس قوات مسلحة ولا بس زي شرطة ولا جهات حكومية احنا كلنا مسؤولين في تنمية هذا المجتمع كلنا مسؤولين قدام نفسنا قدام العالم كله نحن نخلي مصر تاني زي ما رايز دائما بيقول قد الدوري شباب كتير من المجتمع المصري أو المواطن العادي ما يعرفش قصة النجاح اللي بيعملها المصري برا وازاي بيانال إشادة ودور قوي في الأوساط الأجنبية برا ده دور قوي جدا بتقوم بيه وزارة الهجرة على مدار عدد من المؤتمرات أو سلسلة من المؤتمرات اللي بتقوم بيها تحت اسم مصر تستطيع هي فعلا تستطيع خلال جلسات المؤتمر تم تكريم عدد من الرموز المصرية المؤثرة بالخارج حيث أعربوا عن سعادتهم بالعودة للعمل والاستثمار داخل الوطن واثقين في المناخ الاقتصادي الجاذب في مصر عقب حزمة من الإجراءات المحفزة ومن المقرر أيضا استحبهم في جولات ميدانية لمواقع العمل ضمن خريطة المشروعات القومية منها مدينة العالمين الجديدة نقاشات ثرية تعرض الكثير من الرؤى الإيجابية والأفكار البناءة وأيضا تحمل المقترحات والحلول لدفع الاقتصاد الوطني عبر استلهام التجارب الناجحة للمصريين بالخارج في مختلف المجالات لتبني وتنفيذ مشروعات تنموية متعددة تؤكد دوما أن مصر تستطيع ياسين سيف أنيل عندما نتحدث عن القضاء الدستوري في مصر فبطبيعة الحال لازم نتكلم عن المحكمة الدستورية العليا صحيح المحكمة الدستورية العليا صرح شامخ للقضاء الدستوري القائم على رقابة موضوعية على دستورية التشريعات واللوائح أي مكان مصدرها وانشأت سنة 1969 وبمناسبة مرور 50 سنة على إنشاء المحكمة الدستورية العليا دشن المستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا وعصام الصغير رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد طابع بريد تذكاري بمناسبة مرور 50 عام على إنشاء القضاء الدستوري في مصر وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد إن المحكمة الدستورية العليا تحتل مكانة رفيعة في وجدان المصريين لذا بادرت الهيئة القومية للبريد بإصدار طابع بريد تذكاري بمناسبة مرور 50 سنة على إنشاء القضاء الدستوري في مصر بهدف توثيق هذا الحدث الكبير الطابعة التذكارية وسيلة مهمة جدا لتوثيق الأحداث وبتكون ذكرى جميلة حتى الهوات وجمع الطوابع بتكون مسألة مهمة في التاريخ لعدد من الأحداث أو المظاهر المجتمعية الموجودة في مصر أتصور أن هذا الطابع ستكون له قيمة متميزة استنادا إلى قيمة المحكمة الدستورية العليا في وجدان المصريين وإحنا عارفين كل مصري بينظر إلى المحكمة الدستورية العليا بأنها تلك السلطة الموضعية المنصفة التي توصل أن تعالج أي عوار تشريعي أو أي عوار فيما تعلق باللوائح والقرار هي الملجأ الحيادي في كل الأحوال يمكن كمان على هامش فعاليات تتشين هذا الطابع أو قام رئيس المحكمة الدستورية بتسليم عصام صغير درع المحكمة الدستورية العليا وذلك تقديرا للطفرة التي يشهدها البريد المصري حاليا وأضف صغير أن الطوابع التذكارية تعد وسيلة من وسائل الاتصال الثقافي بين مختلف دول وشعوب العالم وتوثق تاريخ الأمم على مر العصور لذلك يحرس البريد المصري دائما على إصدار الطوابع التذكارية في الأحداث والمناسبات المهمة لتخليد تلك الأحداث في تاريخ الوطن نظمة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وأكاديمية البحث العلمي حفل توزيع جوائز مسابقة فني مبتكر لسنة 2019 لريادة الأعمال والابتكار ضمن مشروع تطوير القوى العاملة والتعزيز المهارة يمكن يا أحمد هذه المسابقة بتهدف بشكل كبير إلى تطوير مهارات وخبرات طلاب وطالبات التعليم الفني وتزودهم بمهارات الابتكار والإبداع وريادة الأعمال لتنفيذ المشروعات بتاعتهم المرتبطة طبعا كل واحد بالتخصص المهني إذن هو حقيقة نوع من أنواع الحافز والتشجيع للطلبة حقيقة أن هم يعني يبدعوا ويبتكروا ويقدموا كل جديد فبيبقى فيها طبعا في إطار التنافس ما بينهم ويعني تحقيق المراكز أو المراتب المختلفة طبعا ده كل واحد بيبقى ده شيء مهم جدا بالنسبة له فكرة التنافس يحمد ودخول في المسابقة فبيتحفز كل طالب على حدا أنه يقدم أجمل وأفضل ما عنده خلونا نشوف مع بعض هذا التقرير التالي للعام الثاني على التواري تستمر فعليات مصابقة فني مبتكر لريادة الأعمال والابتكار بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وأكاديمية البحث العلمي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أول في كل تراك النهاردة واخد شهادة احتضان من الأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا قمتها 200 ألف جنيه ودي قيمة كبيرة جدا لكل المسابقة يمكن أن تحصل في مصر فالأكاديمية حطرة على أول من كل تراك النهاردة من غاية ما يبدأ يفتح مشروعه من غاية ما ينتج النموذج النهائي للإنتاج إن شاء الله 15 مشروعا وصلوا لتصفيات من بين 5000 مشروع من 11 محافظة من محافظات الجمهورية وقد تم هذا العام إضافة ثلاث مسارات جديدة هي التعليم الصناعي والفندقي وطاقة الجديدة واللوجستيات شرعنا الهدف منه هو توديد طاقة كهربائية عن طريق حركة العربيات وانا الطاقة الكهربائية بتكون دي عبارة عن طاقة متجددة وكمان بتبقى طاقة نظيفة وغير ملاوية سلبية الفكرة بتعتمد عن العربية بتعدي من فوق المطب بتتحرك عندي أجزاء ميكانيكية الأجزاء ميكانيكية بتقوم بدورها نية تقل الحركة للتروس والأكسات اللي هي بتقل للمؤلد أو الدينما عندنا اللي احنا عملينا به النموذج بيولد كهربائة بقدر بأخذ الكهربائة دي بخزنها في فاتريات بقدر بأخذها تعمل معاها بأننا ممكن أنه نور عمويد إنارة في الشوارع أشارات مرور رمب ترى بالطاقة الشمسية وضيفين عليها تايمر واك خدنا المنتجات اللي هي اللي هي لعبوات سرعة التحضير أو المعجنات سرعة التحضير اللي تعمل في الشارع زي الاندومي والنيدلز والمكرونات خدناها عملناها في المنتج بتاعنا زي ما حضراتكم شايفين بخامات طبيعية مواد طبيعية وبدون أي مواد حفظة وكمان بنضفع عليها ألوان طبيعية اهتمام الدولة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتطوير مهارات طلاب التعليم الفني سيساعد في نمو الاقتصاد المصري وإنتاج أفكار مبتكرة وتحويلها إلى مشروعات مؤثرة في المجتمع وسوق العمل عمر حمزة أنيل احتفلت أكثر من 150 دولة في العالم بالأمس بيوم الأغذية العالمي والذي يأتي في 16 من أكتوبر من كل عام وهو يوم حقيقة تأسيس منظمة الأغذية والزراع بالأمم المتحدة الفاو عام 1945 بهدف تعزيز الوعي والعمل على الصعيد العالمي من أجل من يعانون الجوع ويمكن يحمد في ظل الصرعات والحروب وحالة التفتت والشاتات حقيقة اللي بتشهدها المنطقة وعدد كبير من دول العالم طبعا نسب الفقر والجوع ومشاكل التغذية بقت من المشاكل الإنسانية الكارثية اللي بيعاني منها عدد كبير جدا من شعوب العالم وخاصة طبعا الأطفال على وجه التحقيق صحيح جزء منها طبعا السبب في الحروب وجزء منها راجع لظروف بيئية وتغيرات مناخية كبرى صحيح وجزء منها يرجع أيضا للسلوك الإنساني فيما يتعلق بإهدار الطعام لأنه فيه كميات من الطعام تهضر عالميا بشكل كبير صحيح لو تم التعامل معها بشكل اقتصادي وعلى قدر الحاجة مش يعني هتسد الفجوة لكن على الأقل هتساهم في حل الجزء من مسألة الجوع في العالم مصر كانت من الدول اللي شاركت فيه الاحتفالية وأقامت وزارة الزراع والتصلاح الأراضي احتفال في مركز بحوث الصحراء بمشاركة ممثلين عن منظمة الفاو والباحثين والمختصين زميل عبد الحميد صقر تابع هذه الاحتفالية وأجرى الحوار التالي مع الدكتور نصر الدين حاج الأمين ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بالقاهرة أعزائي مشاهدي قناة النيل صباح الخير صباح الخير كل زملاء في استوديو هذا الصباح معي ومعكم في هذا الصباح الأستاذ دكتور نصر الدين حاج الأمين ممثل منظمة الفاو في مصر نتحدث معه اليوم عن الاحتفال بيوم الأغذية العالمية صباح الخير صباح الخير يا مرحبا أهلا بكم حيث لو تكلمنا عن الاحتفال هذا العام في مصر بيوم الأغذية العالمية خاصة في ظل معاناة أكثر من 800 مليون شخص في العالم من الجوام يا مرحبا تحتفل مصر في هذا اليوم بيوم الأغذية العالمي عام 2019 والشعار هو أفعالنا مستقبلنا من أجل نظم غذائية صحية لعالم خالي من الجوع نظم غذائية صحية هي من أكبر تحديات التي تواجه العالم اليوم لخفض الجوع النظم الغذائية تعني تكامل لكل النظم المرتبطة بإنتاج وتخزين وتسويق واستهلاك الغذاء في حاجة لهذه النظم تعمل حتى تضمن للمستهلك غذاء آمن صحي ومفيد هذا هو التحدي الذي يواجه العالم حاليا وفي مصر ينجر الأمر على جمهورية مصر العربية في أن مصر حققت إنجازات كبيرة جدا في مجال إنتاج الغذاء وتوفير الغذاء ويمداده وتوفيره بأشكال مختلفة لكن أيضا هناك فيه تحدي كبير جدا إنه ما زال التغذية مستويات التغذية خاصة عند الأطفال والنساء دون المستوى المطلوب لو تحدثنا يعني مصر خطت قطوات جدة نحو تنمية مستدامة خاصة في ظل مشروع التنمية مستدامة 2030 وكان من أهم أهدف قضاء على الجوع أيضا والاستقرار الغذائي اتكلمنا على أهم يعني هذه الأطر في ظل توفير استقرار الغذائي داخل مصر لتعقيق إمدادات غذائية صحية ومستدامة وتحقيق حدف التنمية المستدامة الثاني يعني التحديات كبيرة وتحديات كثيرة يعني اختصارا بالنسبة لمصر أكبر التحديات والتحدي الأول هو الموارد الطبيعية الضرورية لإنتاج هذا الغذاء وأكبر التحدي فيها هو المياه وفي مصر الآن حاليا موجودات كبيرة جدا في إطار استراتيجية مصر لـ 2030 ومصر لها باع كبير جدا في زيادة إنتاجية المياه في حاجة وفي تجربة لاستمرار في هذا الاتجاه وتأمين الغذاء هذا تحدي أول وتحدي كبير التحدي الثاني هو تحسين أكثر وأكثر في تأمين الغذاء يعني توفير الغذاء الآمن من المتبقيات المختلفة في مرحلة الإنتاج أو الملوثات في مراحل التسويق والتخزين إلى آخره مجهود كبير عمل لكن في حاجة إلى مجهود أكبر لضمان وصول غذاء صحي سواء كان إعدادا في مراحل المختلفة أو مناولة في الجانب الأخير وهو المستهلك نفسه أنا وأنت المستهلك المستهلك يحتاج أن يكون واعي بأن ما توفر لك من الغذاء تستهلك التركيب المناسبة وتوفر لأسرتك من الأطفال والنساء والآخرين التركيب المناسبة حتى تضمن لنا كلنا تأمين غذاء سليم ومفيد في المستقبل سلاسة ونصف تريليون دولار هي فاتورة الإصلاح الاقتصادي لتوفير غذاء آمن وصحي لكل أفراد العالم كيف يمكن تتحقق ذلك في ظل الظروف اللي بيعاني منها العالم التحدي على المستوى العالم تحدي كبير مش سهل لكن أيضا تحقيقه وارد رجوعا إلى التجارب رجوعا إلى المقتصبات التي تم تحقيقها في الماضي فعلى مستوى مصر تحقيق هذا الهدف يمكن تحقيقه بدون أدنى شك لكن هذا العام يوم الأغذاء العالمي ينبهنا جميعا إلى جزء هام جدا وهو التوعية للمستهلك نحن صحيح فيه أحيانا الغذاء المفيد متوفر لكن المستهلك قد ليس له الوعي في أخذ التركيبة المناسبة من هذا القذاء نتصور هذا هو الدور الأول والأساسي لو نجحنا كلنا في تويعية المستهلك في الاستهلاك السليم سنحقق الجزء الأكبر من هذا الهدف الأستاذ دكتور نصر الدين حق الأمين ممثل الفاو في مصر أشكولها جزيلة شكر وكل عام هو منظمة الفاو بخير وكل عام ومصر كلها بخير وإن شاء الله معا سويا نعمل لتحقيق هدف التنمية الثاني اللي هو القضاء على الجوع في مصر وفي العالم أجمع ومصر لها دور كبير في المنطقة العربية والأفريقية لها تجربة سرة والفاو تعمل معا لمصر لنقل هذه التجربة هذه النجاحات للدول الأخرى تلو أسي معدنا مع أخبار القرى والملاعب أخبار الرياضة يأتينا بها في هذا الصباح الزميل محمد عبد الله